كما كان فريق ملودية بجاية من تحقيق تاني فوز له هذا الموسم عندما استقبل فريق شباب الوزاد في مواجهة تاريخية بين الفريقين الذي لم يسبق لهما وإن التقيا في مباراة رسمية الموب المدعوم بجماهيره التي تنقلت بقوة إلى ملعب الوحدة المغاربية لم تخرج منه خائبة البجاوية دخلوا اللقاء بقوة منذ الدقائق الأولى لكن كل محاولاتهم باءت بالفجر لنشهد أول فرصة حقيقية في الدقيقة العاشرة من ركنية رأسية بلعنصر يردها الحارس واضح والذي كاد في الركنية الثانية أن يتسبب في هدف الملودية بعدما أخطأ الإمساك بالكرة لينوب عليه الدفاع في إخراج الكرة من خط المرمى الذي تجد رأسيتها يا تعالو العارض قوة البجاية كانت في الكرة تكتابتة هذه المرة رأسية بالعمرية يردها القائمة الأيمن آخر فرصة حقيقية للمواب كانت في الربع الأخير أين كاد يايا وبحركة فنية أن يفتتح ببا التسجيل لكن كرته توجد غانب القائل ينتهي الشوط الأول بسيطرة كلية لأبناء يم ماغوران فيما اكتفى أبناء العقيبة بالدفاع الشوط التاني سأل على نفس المنوال أبناء قاموندي تمركز جيدا في الدفاع بالاعتماد على الهجمات المعاكسة فيما حاول أبناء عمراني كل سبا للوصول إلى شباك وضاح باستعمال الكرة الطاولة أحيانا والتواغب على الأجنحة في الأحيان الأخرى أول فرصة من الشباب كانت لحنيفة حاليس بربان يخرج الكرة إلى الركنية الدقيقة الخامسة والسبعون عام الجماعي منظم تسليل الكرة إلى أكرور هذا الأخير يوزع نحو الورحان انظروا ماذا فعل الورحان هدفه من أجمل أهداف البطولة لهذا الموسم لنشهد بعدها اختجاجات عن ناصر الشباب التي أجبرت الحاكم مع عبد شارف على إشهر البطاقة الحمراء في وجه بوقد جان ينتهي لقاء بفوز كبير ومستحق لأبناء الحمدي فيما يبقى الشباب يعاني هذا الموسم خارج الديار لأننا فيها يجب علينا الفوز يستهر الخير من هذا الشيء نظن بالله اليوم الفوز كان أول نتعلم للجمهور يستهر الخير من المعنى يستهر الخير من المعنى لكن المعنى هو فتبال هو هذا المعنى وليس كنت أعتقد أننا في المعنى من المعنى لقد جمعوا بمجرد التعامل من البرمجتمع البرمجتمع.